دكتور عبداللطيف بن راشد الزياني والمبادئ الإنسانية والأخلاقية وتبرهن بأن الجماعات الإرهابية والقوى الداعمة للإرهاب ماضية في مخططاته الشريرة الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين على أرضها معربا عن ثقته التامة في قدرة الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية بالمملكة على ملاحقة مرتكبي هذا العمل الإجرامي البشع والقبض على الجنات وتقديمه من القضاء العادل جراء مرتكبوه من جرم يحرمه الدين ويجرمه القانون ودع الدكتور الزياني المجتمع الدولي إلى إدانة استمرار التنظيمات الإرهابية المتطرفة والقوى الداعمة لها في سعيها لزعزعة أمن واستقرار البحرين ماربا عن تعزيه الحر لأسرة شهيد الواجب ولحكومة وشعب مملكة البحرين وتمنياته بالشفاء العاجل لرجال الأمن المصابين